عاشقون دائمون في الدروء باللقاء يحلمون هائمون متعبون للخلاص والأماء ينشدون سلاح الإمام المهدي عليه السلام يبدو أن الإمام المهدي عليه السلام يأتي بنوع جديد من السلاح والتكتيك تكون لديه الأسلحة المتقدمة والتكتيكات الحديثة أمامه تقليدية لا فحوى لها ولا جدوى منها ففي الأحاديث إشارات واضحة رغم رمزية التعابير بمقدار ما كانت الكلمات والعقول القديمة تتحمل المضامين غير المعروفة التي لا تتحملها الكلمات والعقول المتطورة اليوم فقد ورد في وصف سيفه أنه يعرف أعداء الله فيقتلهم ويعرف أنصار الله فيدعهم ولعل السلاح المميز بين غير المؤمن والمؤمن ليس سيفا إنما نوع من السلاح غير الموجود حتى اليوم وورد التعبير بالسيف لأنه السلاح الأبرز في فترة صدور الأحاديث ولو استخدم المعصومون عليهم السلام غير الأسماء المعروفة لم تنع الرواة عن نقلها كي لا تقابل بالسخرية والاستخفاف وورد في وصف سيوف أنصاره ولهم سيوف من حديد لا كسيوفكم إذا ضرب به أحدهم جبلا قطه والظاهر أنه ليس سيفا وورد في كيفية انتصاره أنه إذا ظهر توقفت الأسلحة فلم تتحرك في وجهه ولعله إشارة إلى أنه يستخدم نوعا من السلاح يعطل كل الأسلحة الموجودة أو يجمد كل الآليات المتحركة وورد في وسائل انتصاره يسير أمامه الرعب مسيرة شهر وأنه يحكم بالرعب وينصر بالرعب وهذا التعبير يشير إلى أن سلاحه أو تكتيكه شيء جديد مخيف ينهار أمامه القادة فلا يحسنون غير الاستسلام وورد في وسائل الأعلام التي تعلن عن ظهوره أنه في صبيحة ليلة الظهور يجعل النور عمودا بين الأرض والسماء فتشرق الأرض بنور ربها كالنهار فيعلم الجميع أن الكون يتمخض عن ظاهرة كبرى ويهتف جبرائل في الهواء ألا قد ظهر المهدي بمكة فاتبعوه فيسمع صوته الجميع ويعلمون أن ظاهرته انطلقت وستأخذ طريقها إلى الانتشار في ظهور الرجل والشفاق والقضاء للشجون إِنَّنِي رَاحَتُ مُدْعَمِينَ قُرَّتُ لِلْعَيُونَ قُرَّتُ لِلْعَيُونَ قُرَّتُ لِلْعَيُونَ قُرَّتُ لِلْعَيُونَ قُرَّتُ لِلْعَيُونَ قُرَّتُ لِلْعَيُونَ اشتركوا في القناة